حقيقة انه الموقف التفاوض الحالي بيزداد سوءا بعد تهديد السودان بالانسحاب على يد وزير الرئيس السوداني ياسر عباس اللي بعت خطاب بالامس للتحاد الافريكي او تحديدا للدولة المسؤولة على التحاد الافريكي حاليا رئيس التحاد الافريكي وهي دولة جنوب افريكيا والخطاب فيه تلميح واشارة واضحة بانه الجانب الاثيوبي لم يوفي باي تعهد قام به وانه الجانب الاثيوبي لا طالما او الفترة الاخيرة عمال يشير لانه احنا عايزين نربط عملية ملء السد في الفترة الاخيرة او عملية ملء السد على المدى الطويل بقى والاتفاءات القانونية والاتفاءات الفنية بالنظر في توزيع مياه نهر النيل وحسة نهر النيل وده بيمثل لنا يعني خط احمر كسودانيين وهذا الموضوع نقطة فارقة لدينا ولا نقبل بيع لاطلاق وبالتالي اذا استمرت اسيوبيا في هذا الامر سنقوم بعملية الانسحاب من المفوضات الحالية لانه الوضع الحالي وضع سيء للغاية تابعون اهلا مع حضركوا جميعا وشكرا على تشغيل الفيديو يمكن خلال الفترة اللي فاتت كان فيه عملية توقف للمفاوضات المستمرة بين الدول الثلاث على مدار سنين طويلة جدا ما تعدش بقى السنين اللي استمرت فيها عملية التفاوض دي توقفت المفاوضات اسبوعين خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال يا جماعة حدش يكلمني عن حرب انا لسته يعني ما بدعيش لحرب او لسته من يهدد واحنا يعني محناش الدولة اللي تحتاج على الغير ولكن احنا في معركة التفاوض واعلى قيمة التفاوض واعلى من شأن المفاوضات اللي فيها احنا بمع معناها نقدر ناخد حقنا بشكل تفاوضي ونحرج الجانب الاخر امام العالم وامام المسؤولين في الاتحاد الافريكي اذا رأوا يعني ان هم يقدروا يعني يرعوا هذه الاتفاقات او يرعوا هذه المفاوضات ويكون لهم قيمة ويكون لهم سلطة على الجانب الاثيوبي او اي جانب يتنصل من مسئولياته فانه الاتحاد الافريكي انت تحمل مسئوليتك واحنا كمصريين لا نتنصل من اي عملية تفاوضية ونعلي من قيمة التفاوض لان احنا لدينا الحق ومعانا كل الدلائل وكل ما يثبت حقنا في مياه نهر النيل وبالتالي احنا الوقتي دخلنا في المعركة الجديدة هي معركة التفاوض المؤخرة او الحالية اللي فيها بتبدأ يوم اربعة ويوم خمسة الحاليين اللي هم اربعة وخمسة اغسطس اجتماعات اللجان الفنية والوزرية سبقها طبعا يوم الاتنين الفات كان اجتماع تمهيد بالفيديو كونفرنس عشان يبدأوا يعني ينصقوا العملية او في الفترة القادمة الاجتماعات دي بيرعاها الاتحاد الافريكي وبيحضور طبعا الممثلين للولايات المتحدة الامريكية والمثلين الاتحاد الاوروبي والمثلين طبعا الاتحاد الافريكي اللي هم بيرقصوا او بيرعوا عن هذه العملية عن طريق رئاسة الاتحاد الافريكي من قبل دولة جنوب افريكيا ممثلة في رئيس دولة جنوب افريكيا اللي هو السيرل رامافوزا فالمفروض انه الفترة الحالية بتشهد مفاوضات بين الجانب الدول الثلاث في الجوانب او في لجان فنية ولجان كانونية ولكن خرج علينا ياسر عباس وزير الرئيس السوداني وأرسل رسالة خاصة للجانب أو لرئيس الاتحاد الأفريكي أو لدولة جنوب الأفريكية التي ترأس الاتحاد الأفريكي وقال لهم الوقت الجانب الأثيوبي بيطلب عملية ربط أو تحديدا أنه الاتفاق الحالي يكون حول الملء الأول لخزان سد النهضة يعني احنا الوقت نتفق على الملء الأول لخزان سد النهضة أما يا جماعة لو حبيته تتحدثوا عن الملء الدائم بقى أو عملية تشغيل سد النهضة على المدى الطويل أو طول العمر بقى فاحنا هنا نتكلم بقى في حسة نهر النيل ونتكلم في تقسيم المية بين الدول الثلاث أما الوقتي احنا جئنا تفاوض على الملء الأول لخزان سد النهضة اللي هو الاربعة وسبعين مليار اللي هتتملي في الكام سنة للفاضلين اللي هم سبع سنين أو آآ ما قل أو زاد حسب موضوع الفيضان والجفاف وهكذا أما إذا حبيته تتكلمه في موضوع الملء الدائم والتشغيل الدائم لنهر النيل فإحنا كده هنربط الموضوع بحسة نهر النيل فطبعا وزير رئيس سداني قال أنا أهدد بالانسحاب من هذه المفاوضات لأنه الجانب الإثيوبي يعني بيتنصل من كل ما تم الاتفاق عليه مسبقا وبيتنصل حتى من كل عمليات يعني إحنا كنا وصلنا وأنا نفسي كنت بشير كوزير رئيس سداني كان بيتكلم على إنه إحنا كنا بنقول إن إحنا وصلنا لحوالي تسعين في المية أو خمسة وثعين في المية نجاح في المفاوضات القانونية أو الفنية عفوا الخاصة بعملية ملء وتشغيل سد النهضة الجانب الإثيوبي بيكون بهدم كل ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بل الجانب الإثيوبي بيهدد تماما بإفشال هذه العملية التفاوضية وإشعال الموقف وزيادة الأمر تعقيدا وبالتالي وزير الرئيس سداني بيشير للأتحاد الأفريكي في رسالة خاصة للأتحاد الأفريكي بيقول لهم أنا سأكون بالانسحاب إذا أصر الجانب الإثيوبي على نواياه في إنه يربط عملية التشغيل في سد النهضة أو تشغيل الدائم لسد النهضة بحصة الدول الثلاث أو إعادة النظر في حصة الدول الثلاث في مياه نهر الني وزير الرئيس سداني ياسر عباس قال كمان إنه إحنا ما عندناش استعداد إن إحنا نخاطر بحياة عشرين مليون سداني بيعيشوا على نهر النيل الأزرق عشان نربط مستقبلهم وحياتهم ونعرض حياتهم الخطر مقابل إن إحنا نصل الاتفاق مع الجانب الإثيوبي هذا الاتفاق يخل بيعني حصتنا في المياه ويخل بأماننا لإن إحنا عندنا هذا السد يهدد أو له تأثيرات بيئية وتأثيرات اجتماعية علينا في السودان واللهجة دي من الخطاب السوداني لم نشهدها مسبقا أو لم نشهدها قبل حوالي مثلا ثلاث شهور من الوقت ما كانتش اللهجة دي موجودة ولكن نتيجة للي حصل في السودان أثناء عملية الملء الأخيرة لسد النهضة أو ملء الأول لسد النهضة اللي أخد حوالي خمسة مليار متر مكعب شفنا التأثير اللي حصل على الجانب السوداني من هذه العملية لأنه خلال فترة الملء اللي فاتت لسد النهضة الخمسة مليار متر مكعب شفنا مدى التأثير الواضح على الجانب السوداني ومدى التضرر منخفاض مستوى مياه نهر النيل بشكل ملحوظ جدا على الجانب السوداني مما أدى لتعرض حياة المواطن السوداني خطر بشكل كبير سواء كان فيه عملية الأراضي الزراعية سواء كان فيه حتى تشغيل الطاقة الكهربائية اللي بيعيش عليها المواطن السوداني بل بالعكس ما كانش فيه تنصيق بين الجانب الاثيوبي والجانب السوداني فجأة كده الجانب السوداني بيبص لقى بعد عملية اتمام الخمسة مليار متر مكعب فجأة لقى المياه جاي عليه وبالتالي قدوم المياه المفاجئ اول ما الجانب السوداني بيبص لقى يعني نسبة عقارة كبيرة جدا تصدرت المياه في السودان وقدت له توقف حتى حتى بعد زيادة المياه توقف على المحطات الكهربائية عن العمل نتيجة لزيادة نسبة العقارة وبالتالي مش هتقدر تشتغل انتظروا لغاية من نسبة العقارة تروحوا عشان كده بدأوا يشتغلوا تاني فالمهم فيه نوع من عدم اي نوع ما فيش اي نوع من التنصيق بين الجانب الاثيوبي والجانب السوداني في هذا الشأن وبالتالي الوضع الحالي بيشير لانه الجانب السوداني بيدعو اتحاد افريكي لتحمل مسئلته لانه احنا كجانب سوداني بنقول انه الجانب الاثيوبي لو اصر على ما يصر عليه الان او اصر على ربط عملية التشغيل او اتفاق القانوني والاتفاق الفني الدائم والملزم للدول الثلاث بتوزيع الحصة او اعادة النظر في الحصص فاحنا هنا بنصراحة يعني بنهرج يا اتحاد افريكي لانه احنا ما كانش اتفاقنا على ده في اتفاق اعلان المبادئ اللي تم سنة 2015 فالجانب السوداني هنا بيدقنا كوس الخطر وبيقول ان السد ده هيكله تأثيرات اجتماعية وتأثيرات بيئيه علينا في السودان وعلى سكان النيل الازرق اللي موجودين على نهر النيل الازرق في السودان واللي بيصل عددهم لحوالي عشرين مليون نسمة وعلى سد روسيروس هذا السد اللي احتمال كبير انه يتضرر وانه عمره الافتراضي سيكل بسبب وجود سد النهضة وبسبب عدم التنصيق بين السدين وهنا في خطورة وضاحة على سد روسيروس السد السوداني اللي بيقع على نهر النيل الازرق من سد النهضة السد الاثيوبي الكبير اللي بيسع حوالي اربعة وسبعين او للمفروض انه يسع حوالي اربعة وسبعين مليار متر مكعب على سد صغير نسبيا زي سد روسيروس ما بتزيدش حسيته عن حوالي سبعة مليار متر مكعب ماء ولكن ما حدث مؤخرا بعد انتهاء الملء الاول لسد النهضة وانطلاق واندفاع المياه من فوق الحاجز الاوسط اللي بينخفض عن باقي السد حاجز الاوسط ده بيصر اتفاعه لحوالي خمسين اه متر يعني اتفاع خمسين متر وبالتالي الجوارب الاخرى السد اكتر من كده بكتير لان السد مفروض انه ارتفاعه كله او ارتفاع الى السد بيصر حوالي مياه خمسة واربعين متر ولكن جوز الاوسط من السد هو من سمح بعبور المياه بعد اكتمال الخمسة مليار متر مكعب وده اللي سبب نوع من الاضطراب في الجانب السوداني لانهم فجأة لقوا المياه مندفع عليهم فجأة لقوا نسبة عقارة كبيرة جدا في المياه وده اثر على سد روسيروس اللي ما كانش مستعد لهذا الهجوم المفاجئ من المياه لانه حتى لما وقت الفيضان بييجي بيكون الجانب السوداني عنده علم بامتى الفيضان هيجي وبيكون عنده علم حتى بيكون المياه ارتفاعها ارتفاع تدريجي بما فيه بيسمح انه السد بياخد استعدادته او الجانب السوداني بياخد استعداده للتعامل بمرونة مع كم المياه اللي هيكون بالقدوم على الجانب السوداني لانه انت بتتكلم كده انه المياه بتوصل من سد النهضة لمنطقة سد روسيروس توصل في حوالي 8 ساعات في انه الجانب سد روسيروس ده سد موجود يعني في قريب من الحدود السودانية الايثيوبية او موجود على النيل الازرق في السودان وبالتالي 8 ساعات هي وقت لا يكفي على الاطلاق لانه تقوم اه اه اندفاع المياه بشكل مفاجئ والجانب السوداني ما اقدرش في هذا الوقت القليل انه يتفادى اي صدمة مائية او اي هجوم من الماء بشكل كبير وخاصة انه في الفترة الاخيرة وصل يعني يوميا معدل اه مرور المياه في شهر اغسطس بيصل لحوالي خمسمائة مليون متر مكعب في اليوم يعني انت بتكلم في شهر اغسطس لوحده بيوصلك او بيمشي في النيل الازرق حوالي خمستاشر مليار متر مكعب عشان يوصلوا عند بحيرة ناصر في النهاية بوضح الصورة ولو فيه جديد ان شاء الله يعني نحاول اه نطلعكم عليه وبالنهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا